السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته البنات مرحبا بكم كامل غاليتي اللي ادخلتوا القناة قلكم اهلا وسهلا بكم نورتوني صلوا سلموا كامل على رسول الله غاليتي وصفتنا لنهار اليوم شوفوا البنات تحبوا دكت نوضو تديروها مع قهوة حليب جي من اروع ما يكون تحبوا تخلوها تحطوها على طاولة الافطار في شهر رمضان ما عندي ما نحكي تحبوا تديروها للصحور من اروع ما يكون يلا غاليتي نبدأوا الوصفة الرائعة عنهار اليوم تبعوها فقط وتشوفوا النتيجة الرائعة عندي نصف كاس تحليب يكون دافي مع نصف كاس تعمى يكون دافي اللولان اللي حطيتهما وهذا حليب عندي زج ملايقبار تسكر عادي عندي ملعقة كبيرة تخميرة الخبز عندي حبة عبيض رايح تكون بدرجة حرارة الغرفة نفصل الصفار نحطه بجيه والبياض رايح نحطه في العجينة الصفار نخليه من بعدها لبنات نسحقه نالا ودايمن لبنات صفار البيض نقول لكم باللي غطوه هكا باش ما ينشف شو ما يدير لكم شاذيك القشرة بالفوق رايح نجيب فوي ونخلط هاد المكونات مع بعض وانا دايمن لبنات فيه وصفاتي اللي ندلهم خميرة الخبز نقول لكم باللي خلطوهم مليح مليح هكا باش هذيك الخميرة تنفتح في السوائل الدافية تعطيكم بعد نتيجة رائعة فتحوها مليح هاد الخميرة بعد رايح نحط لها كسلولاني تعلفارينا نزيدهوها ثاني تنفتحوا مليح في هاد السوائل بعد رايح نغطيها ونخليها البنات تتفاعلي فقط عشر دقايق ونرجع لها ستقوني البنات هاد العشر دقايق يعملوا فرق كبير في الوصفات هنا رايح ندلها الملح دلت لها نصف ملعقة كبيرة تع الملح ورايح نغطيها غطوها اكيد بكيس بلاستيكي ولا بطرشونة كيما تحبوه المهم مايدخلهاش لهوالبنات وحطوها وخلوها عشر دقايق انا بعد العشر دقايق ان شاء الله رايح نرجع باش نكمل وصفة معكم مادي باسي ولا هاش عشر دقايق تكفي هذا الصفار رايح نغطيه رجعت لها لبنات بعد العشر دقايق انا منسح قلات خمر لا تتفاعل لحتى حاجة المهم مدة عشر دقايق رايح رايحة يعني تعطي نتيجة رائعة رايحة هنا نضيف لها ملعقة كبيرة تع مارغارين انا درت هنا مارغارين ديما لبنات شوفوا ستقوني هاد المارغارين تمشي لكم في المالح في الحلوف ليصاب لي في الحلوية التقليدية انا مجربتها رائعة رايحة ندير منها ملعقة كبيرة انتوما لبنات ديروا هذيك الملعقات تكون بدرجة حرارة الغرفة انا كانت عندي شوية هاد المارغارين بردة ولكن معليش كيف كيف عطتني نتيجة نتهائلة نحط الكاس الثاني دع الفارينة والكاس الثالث ونعاود نخلط مليح مليح هاد المكونات كيما قلت لكم ما تستخدموش المارغارين مذوبة انا كنت قادرا نذوب هاد الملعقة ونحطها هنا ولكن نتيجتها هكا احسن من انكم تذوبوها بالنسبة لبنات للكاس الرابع انا رايحة نبدأ نحط فيه على مراحل تقالي منه شوية فقط هنا يا البنات اخذات لي 4 كيسان للرابع تدوك نوريه لكم ناقص شوية نسحق عجينة تتلسق تدوك نخلطها غير شوية شوية تشوفو طريقة كيفه ونشرح لكم الوصفة كيفاش تديروها ملحة وحلوة اذا حبيتو تديروها ملحة تقدرو تقدموها مع شربة فريك مع حريرة كيف تحبوه المهم لكم الاختيار ديروها كيما درتها انا من الول للاخر يعني وصفة رائعة حبيتو تديروها ذوكا بيش تشربوا بها قهوة حليب تاني تخلو الوصفة كيما راهي زيدو لها فقط نصف كاز تسكر حبيبات وخدموا الوصفة كيما راني ديرتها هذه اذا حبيتوها القهوة حليب حبيتوها لشهر رمضان ان شاء الله بزاف منكم يحبو حجمها قهوة حليب في الصحور في الصحور عفوا هذه تاني وصفة رائعة ديروها قطلكم حلوة كيما اعطيتها لكم زيدو نصف كاز تح سكر حبيبات وزينوها من الفوق بعد مطيب شوية على شوكولة ويجيكم واحد البريوش خفيف 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 ووصفة رائعة لبنات اكيد التزيين لكم الاختيار كل واحدة زين الوصفة تحكي ما تحب كيلي يحبو غير شوية معجول من الفوق كيلي يحبو شوية عسل هنا لكم الاختيار يعني المهم اعطيتها لكم مالحة لنهار اليوم اللي تقدروا تديروها يعني تقدموها كيما قلت لكم مع الماكلة خبز عادي يعني مالح غطيتها لبنات وخليتها تخمر في براسة دافية حتى طلعت اللي مليح شوفو نحسو ضعفة واحدة زوج خطرت ولا ثلاثة هنا نجي لها باش نكملها عريحة البنات هنا نجي بسنيوة فيها خمسة وعشرين على ثلاثين سنتيمتر دهنتها فقط بالزيت البنات اذا حبيتو تعطيكم نتيجة هاد للوصفة دهنوا سنيوة بالزيت وما نجيش نحبط لها هذيك الخميرة كيما تكون كيما نحبط لها جينة في السنيوة نخلي لها هذيك الخميرة كيما راهي هذي هي اللي راهي رايحة تعطيني مفعول بالخف ومكي نحبطها هكا في السنيوة درت شوية زيت في يدي ونجي باش نفرشها مليح ما نخليش جيها طلعا و جيها حابقة باش نبعد يجيني هاد الخبز كامل على استيواء واحد نسك ممليح ورايحة نغطيه ونزيد نخليه يخمر بالخف شوفوا البنات احنا في المرحلة هذي الاخيرات على السنيوة ستقوني بالخف راح ينشوفوا هذيك النتيجة باللي يطلع وخمر هنا نرجع له مباشرة أنا راحة نغطيه نخليه يخمر ونرجع لكم ان شاء الله شوفوا تقريبا خذالي عشرين دقيقة كان الله يبارك بسك على بالكم ريحناه مليح المرة اللولة والثانية ما للبنات انا عشرين دقيقة اعطاني هالتفاعل الرائع والطلاع مليح يعني جا من اروع ما يكون شوفوا عندي هذك الصفر تاعة البيض زيتلو زوج ملاق كبار تاعة حليب فتحتهم مع بعض ونجي هنايا باش ندهن لوجه داع العجينة بالنسبة للتزيين اللي بنات انا رايح ندير شوية جلجلان مع شوية سانوج وانتوما كيما تحبوا اذا درتوها حلوة تقضوا ديروغي الجلجلان او بعد ندخلوها طيبة عادي مياه وثمانين درجة فرن يكون سخون مليح عشرين دقيقة من قبل نشعلها من تحت التحمر ونزيدها من فوق نخليها التحمر مليحة على خاطرها ونجبدها ان شاء الله نخليها تدفغي شوية ونقسموها مع بعض وانتوما كيما تدفغي شوفوا بعد عشرين دقيقة سمحولي عفون قلت لكم خليت الفرن يسخن عشرين دقيقة ودخلتها الطيب ملت تحتاكي شفت الاطراف تحمرو زيت شعلت لها من فوق هذي اللي حبيت نأكد لكم عليها قلت لكم باللي الفرن خلوه يسخن مليح قبل ما تدخلوا سنوات طيب حوالي عشرين دقيقة باش يعطيكم نتيجة رائعة وشوفوا كيفاش تحصلت على هذك الخبز خفيف خفيف اللي بنت مقطن تسودروه مالح ولا حلو تتحصلوا على نفس النتيجة انا رايحة نحيه هنا يا نوري لكم هذيك الطراوة هذيك الخفة اللي فيه شوفوا شوفوا بي يعني ما عنديش وش نعبر عليها شوفوا كيفاش يجي وكأنه جنواز هذيك الخبز يجي رائع لبنت هذيك الملعقة على المارغرين هتعطيه واحد الهاشاشة واحد الخفة من ارواع ما يكون ذوكم نقسمو لكم هنا باش تشوفوه كما قلت لكم ديروه مالح ولا حلو يعطيكم نتيجة رائعة شوفوا لهذيك الطراوة هذيك الخفة من ارواع ما يكون سختوا سختوا لبنت إذا درتوا فيشغر رمضان حكا يكون سخون يعني ما تسحقوا لبورة كلاسوفلي لحت حاجة ينتقل مع شربة يجي من ارواع ما يكون شوفوا لي هذيك الخفة وإذا درتوها حلو زيدوا نصف كاس تاع سكر حبيبات والتزيين من فوق لكم الاختيار كما تحبو تحبو شوكولة تحبو معجون كل واحد على حساب الذوق التعو شوفوا لي هذيك الهاشاشة هذيك الخفة اللي تجي فيه ديرو زج ملعقة كبار لبنت تاع السكر حتى وإلا درتو لبصها مالحا ديرو زج ملعقة كبار تاع السكر لهادي أحين يعطوكم نتيجة رائعة شوفوا إذا تقسمت لكم شوفتوا لي هذيك الخفة وهذيك البنة اللي إن شاء الله تستبنوها نهار تجربو وهنا غاليتي أنا نقولكم هذه هي وصفتنا لنهار اليوم كيما درتوها تجي وحبيت فقط نذكركم البنات بليراني دارت لكم بزاف وصفات رمضانية بلكين منكم اللي ما شافوهاش من بيناتهم البنات أني دارت لكم طاجين لحلو بمقادير مضبوطة طريقة التحضير سهلة أعطيتكم كامل أسرار نجاح تهوعو تكتفو هنا يا إجوز هاوليك صوراني وريتهم لكم صدقوني طاجين حلوعة علاقة عنيه أتمنى من كل قلبي إنكم تجربوه خليكم الرابط تهو في صندوق الوصف ولا في التعليق الأول السلام عليكم ورحمة الله غاليتي في فيديو جاي بتنسوش بش تدعموا هاد الفيديو بجا واشتراك وتبرتجي معاديك اللي تحب الوصفات السهلة السريعة السلام